ايه زيكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يا ربكم بألف خير النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل فيديو لتخليل الخيار الكبير كان حد طلب مني من المتابعين ان انا نعمل تخليل الخيار الكبير طبعا هعمله لكم بطريقة حلوة اوي هو سهل وبسيط هادف له اضافتين كده هيخليه معاكي طعمه جميل جدا وفي نفس الوقت هادف له بقرده اضافة تانية هيخليه الاخر حبية وهو مقرمش معاكي حتى لو قاعد فترة طويلة هقولك ازاي ان انت تحتفظ بي ان هو يقاض معاكي فترة وان انت لو مستعجلة برضو عليه تقعدي قد ايه طبعا دي كل المعلومات دي هقولها لك انا شغالة في الفيديو قبل ما ابدأ بس معكم الفيديو احب اشكر كل اللي بيدعمني سواء باللايك او بتعليق جميل كده بيشجعني بتشكري لك وخالص وتمنى انتوا دايما كده تبقوا وقفين جنبي وفي ظهري وخليكوا معايا لحد ما القناة تكبر وهتكبر بيكو ما تنسونيش بقى في اللايك والاول مرة يشوفني اشترك في القناة تعليقات الجميلة اللي بجيلي بجد بصراحة مش عارفة يعني اقول لك ايه عليها تعليقات حلوة بتشجعني جدا هنبدأ بقى دلوقتي مع بعض كده الفيديو طبعا اول حاجة زي ما انتوا شايفين انه جايبها الخيار الكبير بالشكل ده هكون غسلة كويس جدا ومن الشفاء وابتدي بقى ان انا اقول لكم كده هنقطع الحتتين اللي هما تحت وفوق دول بالشكل ده كده هقطع كله بالشكل ده طريقة سهلة وبسيطة ويعني دل المتوفر طبعا خيار الكبير ده متوفر في سوق كتير قوي وسعره على قد الايد اللي ما يقدرش يجيب الخيار الصغير ده ويخلله وبيبقى طعب محل وقوي طبعا زي ما انتوا شايفين كده قطعنا كله هبتدي بقى ان انا كده عشان الخيار كبير معي هبتدي ان انا افتح فيه فتحات كده بسيطة لكن لو الخيار الصغير ما تعملش فيه اي حاجة زي ما هو كده هتحطيه ولو انت حابة برضو ان انت تسيبي الخيار يقعد معاك فترة طويلة يبقى ما تفتحه زي ما انا فتحته كده اهو بالشكل ده لو انت مش مستعجل عليه اهو مش بياخد يومين بالضبط وتقدر يتكلي منه اهو كل ما انت الخيارة بتبقى صغيرة او ان انت بتقطعيه ممكن انت قطعيه طرانشاط لو انت متعجل عليه اهو قطعيه وهيتخلل ما فيش تاني يوم تقدر يتكلي منه طبعا انا زي ما انتوا شايفين كده جابة معايا برتمان هبتدي ان انا احط فيها الخيار بالشكل ده طبعا البرتمان مخصور ومتعقم كويس تمام كده طبعا ده كيلو خيار تقدر تجيبه اقل تقدر تجيبه اكتر زي ما تحبي بس الخيار مش بياخد وقته في تخليله فهتي كيلو كيلو اعمليه قبل ما يخلص تكون يجيبه وعمله تاني مش ياخد معاك وقت خالص في التخليل تمام كده معايا بقى مية دلوقتي مغلية وسبتها تبرد تماما ولازم تكون المية مغلية عشان المخل اللي يقض معاك فترة طويلة طبعا بالنسبة بقى المخل اللي انا بعمله ازاقه والمية بحط عليه قد ايه نسبة الملح على كل اللتر مية بحط اربع معالق من الملح زي ما انتو شايفين كده وده لكل المخللات بتزبط معاك الطعم وما بيبقاش حادي قوي وفي نفس الوقت بتزبط معاك انه هو الملح بيبقى مظبوط ما يتهرش منك طبعا الاضافة اللي هضيفها عشان يبقى مقرمش معاك زي ما انتو شايفين كده هي مهلقة من السكر اللي بتحافز عليه لاخر حبية بتطلعها بتبقى مقرمشة معاك هدوب طبعا الكلام ده كله كده فين اللايكات ما تنسوش اللايكات تمام كده الحاجة بقى اللي هتخلي طعم وحلوة معايا الخيار هيديك طعم وريحة جميلة جدا طبعا هو الطوم كنفص طوم كده تقدر تحط يوم صحوح او ان انت مثلا تقطعي بالشكل ده تقدر تقطعي او ان انت تحطيها صحيحة الطوم 3-4 فصوص كده واضافة تانية برضو هضفها هتخلي بقى دي اللي هتغير طعم واتخليه فعلا طعمه جميل جدا هو النعناع هي زي ما تشايفين كده هلاقيت نعناع صغيرة دي هتغير طعمه هتخليه طعمه تحفى جربوه وهتدعو لي هتديله طعم كده جميل قوي طبعا انا ما بضيفش خل نهائي الخل بيصرع في عملية تسوية المخلل فاي مخللات انا ما بحطش فيها خل اللي لما يكون مستعجلة على المخلل وانا انا عاوز اياكل منه خلال كم يوم فبضيف الخل لكن انتو في كل المخللات اللي بعملها معاكم انا ما بضيفش خالص الخل غير لما يكون مستعجلة علي لكن لو عاوزا يعيش ما بضيفش الخل تمام كده عشان بقى ما يخشوا ليش هوا هتجب كيس كده احطه تحت الغطب وابتدي ان انا احكم الغطب كويس وابتدي بقى ان انا اسيبه بالشكل ده كده اول ما تلاقيه ابتدى يعني طبعا دا احنا هنسيبه في المطبخ بالشكل ده على الرخامة في دولاب المطبخ المهم ان انت هتسيبيه برا التلاج اول ما تلاقيه لونه اصفر معاك تقدر ان انت بقى تحطيه في التلاجة تحتفزي بها في التلاجة اي مخلل discharge بها في التلاجة دي بتساعد ان هي بتطول معاك أمر المخلل ما بيبص منك ده في أي مخلل تقدر تعمل الكلام ده فأنا أول ما يسفر معايا هبتدى أنه أدخل في التلاجة عشان بقى تطلعي منه تقدر أني تطلعي بشوكة أو بسكينة كده أني تقدر أني تطلعي عشان يجمعكي وقت أطول طبعا زي ما أنتوا شايفين كده ما خدش وقت معايا وكان طريقة سهلة وسريعة وبسيطة النهائي عن اللي إحنا بنجيبه من بره طبعا أوفر وأنضف بكتير بكتير من اللي إحنا بنشتريين يعني في الشرق إحنا بنعرفش مصدره إيه فطبعا إحنا عملنا حاجة في البيت بسيطة بكيلو خيار 14 جنيه عملنا كمة خيارتوا معنا فترة طبعا ياريت تكون الطريقة عجبتكم وجربوها وياريت بقى تكتبوا لي كده في التعليقات ولو محتاجين حاجة اكتبوها لي في التعليقات أي وصفة أنتوا عاوزينها اكتبوها لي في التعليقات وأنا أعملها لكم ونفزها لكم بطريقة سهلة أتمنى بقى الأول مرة يشوفني أتشار ربيه إن هو يشترك في القناة ويفعل الجراز على الكل عشان يوصل لكل جديد واللايك بقى وشايره مع أصحابكم كده علشان الكل يستفيد وشجعوني دايما باللايكات متشكرا لي كوتيني على كل اللي انتم بتعملوا معي باللايكات أو التعليقات الجميلة وعمري ما شفت تعليق سلبي شكرا ليكم متازروني فيديو كده بوي بوي شكرا لكم